بكتاب مولانا الجليل لاحت لنا قصص الزمان عبر وآيات حوات نورا أطل على الجنات هي سلوة للمؤمنين تلك الحكاية الطاهرات فيها الأمان سافرات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم عزاء المشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكاية ومغزة اليوم سنقف معكم عزاء المشاهدين على قصة حكاها لنا القرآن في الجزء السادس سنتعرف عليها وعلى تفاصيلها بعد قليل واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين أبونا آدم وأمنا حوى أول من خلق الله عز وجل من البشر على هذه الكرة الأرضية كانت أمنا حوى تحمل في البطن الأول في بداية الأمر ابنا وبنتا البنت التي في البطن الأول تحل الولد الذي في البطن الثاني والمقصود بالبطن أي الحمل فأنجبت قابيل وأخته وهابيل وأخته وكان هابيل يتمنى أن يتزوج زوجة قابيل والفتاة التي سيرتبط بها قابيل فتكلم مع آدم عليه السلام حول هذا الموضوع وقال له بأني أريد أن أتزوج هذه البنت فأمر آدم عليه السلام قابيل وأهبيل أن يقدم قرباناً ومن يتقبل قربانه يتزوج بهذه الفتاة تقدم قابيل بهذا القربان وتقدم هابيل بقربان آخر فتقبل الله سبحانه وتعالى قربان هابيل فأصبحت هذه الزوجة له وهذه الفتاة هي من نصيبه فغضب قابيل وقرر أن يقتل هابيل وقال له لأقتل النك فقال هابيل إنما يتقبل الله من المتقين فعلاً في يوم من الأيام هابيل نائم في وسط قابة وبين الأشجار ويأتي قابيل ويقتل أخاه لتكون أول جريمة قتل على وجه الأرض حينما قتله وأصبح أخوه مسجاً بين يديه ميتاً ندم وأصبح خائف وأعلن ندمه وأصبح يجول ويصول بجثة أخيه لا يعلم ماذا يصنع بها وماذا يفعل بها وإذ به يرى غراب قد مات أخوه وهذا الغراب يحفر تحت جناحي أخوه حتى دفنه فقرر أن يحفر لأخاه وأن يدفنه كما فعل الغراب بالغراب قادم عليه السلام علم بهذا الأمر وحزن حزناً شديداً وقال هذا من عمل الشيطان وحزن لأنه فقد ابن بالقتل وفقد الآخر أنه أصبح من حزب الشيطان فهذه هي قصة ابني آدم قابيل وهابيل حياكم الله يا شباب حياكم الله يا مرحباً اليوم نقف معكم قصة قابيل وهابيل الجزء السادس قصة نبحث عن مقاصدها ومغازيها هذه القصة وحزن كلنا نعرف أنها تحكي قصة أول جريمة قتل تمر على وجه الأرض في تاريخ البشرية قتل قابيل لأخي هابيل لكن إيش هو السبب اللي خل قابيل يقتل أخوه ويرتكب هذا الذنب وهذا الشيء حتى المخالف للفطرة البشرية الفطرة السوية تجد أن المتهم في هذه القضية النفس قال الله عز وجل فطوعت له نفسه قتل أخيه ولو تعملت في القرآن تجد جرائم ومصائب وذنوب وأشياء حصلت وحوادث خطيرة حصلت تجد أن المتهمة الأول فيها النفس في قصة يوسف عليه السلام وما أبرئ نفسي إن النفسه أمارت بالسوء والله عز وجل ذكر أيضا في غزوة أحد ولما أصابتكم مصيبة قلت من هذا قد أصبتم مثلها قلت من هذا قل هو من عندي أنفسكم فهذا النفس يا أخواني لا بد أن الإنسان يهتم فيها ويروضها ويربيها فهي خطيرة خطيرة جدا وإذا اتبع الإنسان هواه واتبع ما توسوس به نفسه قد يهلك في الدنيا قبل الآخرة لذلك يقول الشافعي في أبيات جميلة يقول إني بليت بأربعي ما سلط إلا لأجل عداوتي وإشقائي النفس والدنيا والهوى والشيطان كيف السبيل وكلهم أعدائي فدائما النفس لا تأمرك بخير الله عز وجل بشدة خطورة هذه النفس أن الله عز وجل أقسم بها جعلها الله جل وعلا جوابا للقسم ثم قبلها جل في علاء قد أقسم بأقسام كثيرة وجواب القسم هذه النفس قال الله عز وجل والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها جواب القسم قد أفلح من زكاها كم قسم بوتامين؟ عديت الآن 11 قسم لا إله إلا 11 قسم يقسم الله عز وجل 11 قسم متتالية عشان يكون جواب القسم قد أفلح من زكاها والله عز وجل يقول قد أفلح من تزكا زي في سؤال مهم بتمين شون الواحد يزكي النفس؟ يعني هذا يودنا إحنا مع بعض لفتة سريعة هكذا كمغزة إذا من المغازي إننا نزكي أنفسنا حتى لا نقع في قضية خطورة النفس تزكية النفس تكون أول شيء تكون بتعظيم الله عز وجل بأن يعظم الإنسان الله عز وجل الإنسان إذا عظم الله عظم أوامر الله والله يا أخوان متى عظم الإنسان الله جل في علا عظم أوامره الإنسان كيف نعظم أمره إذا عظمنا شخصه عظمنا خطابه كذلك الله جل في علا ولله المثل الأعلى والله يا أخوان إن عظمنا الله عظمنا كتابه وعظمنا أوامره إذا مفتاح تسكية النفس تعظيم الله عز وجل الاستعانة بالله وطلب الدعاء مثل ما كان يفعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا تكني إلى نفسي طرفة حين أيضاً من الأمور التي تزكي فيها النفس أن تخالفها خالفها واك النفس في صلاة الفجر تبغى تنام والله عز وجل يبغى تقوم تصلي خالف النفس وقوم النفس تبغى مثلاً لغاني تبغى المنكرات تبغى الباب مفتوح لكل شيء لا خالفها فخالف النفس لذلك يقول يا أبو عسن في مقولة دارجة يقول الجنة عروس ومهرها قهر النفس النفس هذه يبغى لها قهر شوي وحفت وحفت بالمكارة يعني فيه كره للنفس شوي الآن الامتناع عن الطعام والدكتاكل مثلاً فيه الصيام وغيره وغيره لا شك لكن يعني الدائرة كبيرة كما عشرنا في حلقة أخرى لكن الآن التنافس هذا الصراع البشري في عملية تمني ما عنده الآخر هل هذا يعتبر مغزم المغازي؟ وإيش اللي خل النفس تحدث هذا قابل بقتل أخيه؟ هو شيء داخل النفس الحسد الحسد اللي كان داخله كان لما انتقبل الله عز وجل من أخيه وما تقبل منه جاء في نفسه شيء من الحسد قال لا أقتلنك يا الله فالشيء اللي حرك هذه النفس لهذا الجريمة الحسد ذلك وإذا جينا وذكرنا الحسد فهو ذنب عظيم تولي زوال النعمة عن الآخرين هذا تعريف والدارج والمعروف وأيضا الحسد يا أبو حسين واللهان والإخوان الحسد ترى أبو حسين في داخله شيء من الحسد أبو سلمان في داخله شيء من الحسد أبو باصل في داخله شيء من الحسد حتى أنت قصدك النفس البشرية ما فيه إنسان إلا فيه حظ من الحسد لكن متى يحاسب عليه إذا حسد لذلك الله سبحانه وتعالى يقول قصدك يعني فيه داخله بواعف موجود موجود الحسد موجود الغل لكن إذا تحرك وإذا بدأ يترجم إلى عمل يحاسب الإنسان لكن شون عالجه والله أول شيء إذا شفت فضل من الله عز وجل على أحد تنسب هذا الأمر لله تقول هذا فضل الله يؤتيه من يشاء وتبدأ تدعو الله عز وجل إذا بدأت نفسك تحدثك بشيء من الحسد تجاه الآخرين تقول يا رب الله يزيده من فضل الله يعطيه كذلك سبحان الله الشيخ الإسلام يقول الحسد في الجسد ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه الكريم سبحان الله يخفيه إلى غبطة ولا يتمنى زوال النعمة عن أخيره مسلمان الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين في هذا الحدث حينما يعني تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر وهذا الذي أرق الصالحين وأرق الصحابة إنما يتقبل الله من المتقين لو الإنسان يعلم أن الله تقبل يعني من المغازي الكبيرة في هذه القصة نعم لا يتقبل الله عز وجل إلا من المتقين سبق من أسباب القبود نعم نعم آخر شيء يعني لأنه باقي نص دقيقة إذا سمحت لي بمغزة بس الرسول صلى الله عليه وسلم قال بمعنى الحديث أنه ما تحصل جريمة قتل على الأرض إلا والابن آدم هذا الذي قتل شيء جزء من إثمها لأنه كان أول من قتل أول من سن هذه السنة السيئة على وجه البشرية سنة القتل الذي حرمه الله سبحانه وتعالى ذلك الإنسان لابد أن يكون مفتاح للخير مغلاق الأشياء تجد الآن بعض الناس يتسارعون في إنزال بعض المقاطع والصور والأشياء التي لا ترضي الله عز وجل ويبدأ ينشر بعض الأشياء التي يعصى بها الله عز وجل وتنتشر ويأخذها الآخرين منه يبدون يقلدونه فهذا عليه إثمها وإثم من اتبعها ومن فعلها إلى قيام الساعة إن لم يتبع يرجع سبحان الله في آية تأرقني كثيرا عن هؤلاء الذين جعلوا لهم مواقع وحسابات محرمة وإلى الآن وهم أموات تصب في سيئاتهم صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يقول وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالَمْ مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامِ وَأَثْقَالِهِمْ 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 أقول خطورة يا جماعة أن الواحد لما يتأمل أن الخطر أنك تبتكر شيء أصله يعني ها الإفساد أن الذين يحبونه أن تشيع الفاحشة في الذين كنت تريد في برنامجك هذا اللي هو تصممته أو الفكرة اللي صممته إشاعة هذا الموضوع وبدأ الناس يقلدون ما كنت أنت تقدمه أو يعني اخترعتها أو هني الخطورة وأنا أعتقد يا جماعة هذا يعتبر مغزة خطير جداً من المغازي التي نستفيدها من قصة هابيل وقادي مغزة أنا أشوفه في غاية الخطورة نختم معك هي سهولة القتل قتله والأمر هذا عظيم عند الله عز وجل لذلك لما تلاحظ في هذا الزمن يعني من يقتل بدون أي سبب يقتل بمجرد شبهة يقتل بمجرد حكم تكفير أو غير ذلك فقتل النفس من الموبقات عند الله عز وجل ومن المحرمات قال كلمة التساهل في التكفير هو يؤدي إلى التساهل في القتل والتساهل بالدماء الله عز وجل ونختم بهذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما ما هي الآية أو الآيات التي استوقفتك في هذا الجزء آية أحبها كثيرا وأرجو الله أن أكون وإياكم منه يقوله سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أسأل الله أن تكون هذه بيننا وبين الله عز وجل في هذا الجزء العظيم آية عظيمة يقول الله عز وجل فيها أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبُغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ لا يوجد أعظم وأجمل من حكم الله هذه هي الآيات التي استوقفتهم يا من تشاهدنا الآن ما هي الآيات التي استوقفتك في هذا الجزء؟ شاركنا الآن عبر هاشتاغ حكاية ومغزة بهذا عزاء المشاهدين نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم حكاية ومغزة نلقاكم قريبا في حلقة جديدة لكم مني ومن فريق البرنامج أجمل تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكتاب مولانا الجليل لاحت لنا قصص الزمان عبر وآيات حوات نورا أطل على الجنال هي سلوة للمؤمنين تلك الحكاية الطاهرات ترجمة نانسي قنقر